انهارت الهدنة التي اعلنت عنها الدول الضامنة في محادثات اسيتانا الاخيرة مثلها مثل العديد من الهدن التي استغلها نظام الاسد وروسيا لاعادة تموضع قواتهما على الارض وبالفعل قام النظام بتعزيز قواته ورفضها والاستعجال باعادة الهجوم مدعوما من روسيا قبل ان تتمكن فصائل الجيش الحر من تثبيت مواقعها واعادة ترتيب صفوفها وهو ما اعطى النظام عبر القصف الكثيف فرصة لفتح ثغرات والتوسع في عدة مناطق في حين تراجعت الفصائل للخطوط الخلفية وقامت بهجمات مباغتة كبدت النظام خسائر فادحة في الارواح والعتاد في جبهة ارياف ادلب وحمى واللاذقية امام هذا القصف المستمر بدأ النظام ومن خلفه روسيا الترويج لتراجع تركيا عن دعم فصائل المعارضة وتركها وحيدة في الميدان لاستنزافها الا ان الوقائع الحالية تدل عكس ذلك مع التقدم الذي احرزته الفصائل المقاتلة على جبهات التل الملح وحماميات والجبين في حزيران الماضي وهو ما افشل خطة النظام بقدم مناطق المعارضة فضلا عن رفض انقرة الانسحاب من نقاط المراقبة على الارض لمنع رسم خارطة جديدة لمناطق النفوذ ويبقى الحل امام التركيا المضي في استراتيجيتين الاولى تحتم عليها الضغط على روسيا لاجبارها على الالتزام بانجاز اللجنة الدستورية مع الابقاء على مناطق خفض التصعيد شمال سوريا تحت سيطرة المعارضة والثاني استمرار تهديدها واشنطن بعمل عسكري شامل شرق الفرات اذا لم تلتزم باتفاقها على انشاء مبر السلام كما تريد انقرة وتبقى الازمة الانسانية في سوريا الاكثر الحاحا للحل مع استمرار موجات النزوح في ادلب وعشرات القتلى والجرحى يوميا جراء استمرار النظام بانتهاكات موجهة عمدت ضد المدنيين ودفعهم بالنهاية الاستسلام وهي النتيجة التي يبدو انها خارج حسابات السوريين الذين يزدادون استرارا بعد كل مزارة ترتكب بحقهم للخلاص من هذا النظام الذي حول سوريا الى بؤرة استقطاب دولي تخدم كل المصالح الا مصالح السوريين ترجمة نانسي قنقر